إذن نشير أيضا إلى أن حمزة ليوسف تصدر التريند على السوشيال ميديا بهذا الخبر خاصة مع تعهداته تلك بتقديم كل ما هو جيد لصالح إسكتلندا لافت للنظر بأنه أدى اليمين الدستورية اليوم وأقسم على أنه سيقوم بخدمة الملك تشارلز ملك بريطانيا لكن لافت للنظر بأن هذا رجل ينادي كما ينادي أيضا أهل إسكتلندا بضرورة الاستقلال عن بريطانيا أو الانفصال عن بريطانيا وانتخاب رئيس لإسكتلندا يأتي عن طريق هذه العملية الديمقراطية لكن هناك مراقبة لهذا الحدث الضخم بلا شك الذي يكمن في تولي مسلم لقيادة الوزراء في دولة إسكتلندا إسكتلندا لديها مواقف مشرفة فيما تعلق بالقضية الفلسطينية ونرى الشعب الإسكتلندي دائما وأبدا يرفع علام فلسطيني الحبيبة في كثير من المباريات التي تلعب على الأراضي الإسكتلندية فيما تعلق ببطولات اليويفة والتي أحيانا يشارك بها عدد من أندية الكيان الصهيوني ولكن شعب إسكتلندا بلا شك مقرب ومحبب للشعب الفلسطيني وغيره من شعوب العالم الإسلامي جراء هذه المواقف المشرفة بل إنهم دفعوا السمن سابقا حينما قرر الاتحاد لربية لكرة القدم معاقبة الجمهور الإسكتلندي جراء رفعه علام فلسطين وبالرغم من أنهم دفعوا العقوبة وكان هناك حرص من قبل إدارات الأندية على عدم تكرار مثل هذه الوقائع إلا أن الجمهور الإسكتلندي كان يكررها في كل مباراة يكون أحد طرفيها نادي تابع لأندية الكيان الصهيوني ما يعني حرص شديد من قبل الجمهور الإسكتلندي على دعم فلسطين الحبيبة وعلى الوقوف بجانب القضايا الإنسانية العادلة نتمنى كل الخير لدولة إسكتلندا ولحمزة ليوسف وأن يكون بالفعل بحق يعني رجل يحمل القيم الإسلامية يدافع أيضا عن كل القضايا الإنسانية يقدم خدمات جليلة وعظيمة للشعب الإسكتلندي ويكون خير سفير للمسلمين في هذه البلاد اشتركوا في القناة